السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم في فيديو جديد عاملين ايه كويسين الحمد لله النهاردة معنا موبايلين الوحش القاتل والوحش القاتل برضو الموبايل السامسونج جالكسي ايه 36 والايه 56 النهاردة هنتكلم عن خبايا واسرار الوجهة الوان يو اي سيفن اللي لسه نزلة جديدة مع الجهازين دولت فتابع معي الفيديو الاخر عشان هنتستفاد جدا من كل التجربة اللي احنا هنعملها في الفيديو دوت بس لو عاجبك الفيديو ما تستطعش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ويلا بينا ندخل في الفيديو على طو طيب هتقول لي انت ليه مركز على سامسونج اجاوبك بها بالسؤال دوت لان الموبايلات سامسونجية الوجهة بتاعتها اكتر استقرارا وميزاتها كتير وصهولة استخدامها والامان بتاعها كويس يعني الموبايلين دولت يا جماعة طيب هتقول لي ليه مركز برضو او لاي اتاوتلاتين والاية بتاعتها اقول لك لان الجهازين دولت اول جهازين يتطبق عليهم وجهة طبعا يا جماعة احنا زي ما احنا عارفين الموبايلين دولت مدعومين بالزكاء الاصصناعي زكاء الصناعي فيها رهيب جدا فتعال بقى معايل في الفيديو دوت نتعرف عن مميزات وجهة الان قديم فيال الله بينا ندخل في الفيديو على طول زي ما احنا عارفين يا جماعة ان الجهازين دولت ده الـ A36 وده الـ A650 زي ما احنا عارفين ان الجهازين الـ A650 فيه مميزات اكتر شوية عن الـ A36 فاحنا معظم شرحينها في الفيديو ده هيبقى على الـ A650 بس لو حصل شوية فرقات كده هافضأ اقولها في الـ A630 فيلا بينا ندخل على الـ A650 ونتكلم على المميزات بتاعته الاول اولا يا جماعة كل المميزات اللي انا هقولها دلوقتي في الموبايل الـ A650 فهي كل المميزات ديت موجودة في الـ A630 بس لو في مميزات في الـ A630 مش في الـ A650 فانا هقولها بس تعالى نبدأ بالـ A650 لانه في مميزات اكتر شوية عن الـ A630 طيب اول ميزة معنا يا جماعة في الواجهة بتاعت الـ One UI7 واللي هي جماعة بص على الايكونات الايكونات ديت بالشبه الـ One UI6 اللي هي كتت موجودة في الموبايلات القديمة الـ A550 والـ A24 والـ A23 الموبايلات القديمة اللي لسه موصلهاش الواجهة الجديدة اللي هي الـ One UI7 يعني بص على ايكونات الكاميرا ما كانتش موجودة كده في الموبايل القديم ما كانت الـ Estudio الترتيب التطبيقات اللي الزراير هنا لو عملت فرز وخليت على الترتيب الأبجادي بص خليت التطبيقات عاملة ازاي يعني الواجهة يا جماعة واجهة جميلة جدا ومخليها التطبيقات الايكونات بتاعتها تطبيقات الايكونات حلوة جدا حتى برضو شديدة الاشعارات بص لما بتسحب من اليسار بينزلك لوحة التحكم السريع لو صحبت من اليمين هينزلك لوحة الاشعارات يعني بقت حاجة حلوة جدا برضو في ناس مش عاجبها للاختيار دوت فهتيجي برضو هتيجي على الألم هنا وبردو ممكن تيجي على ضبط اللوحة تخليها معا هتخليها شريط الاشعارات مع اللوحة تتحكم السريع مع بعض بس أنا بفضل ضبط اللوحة اللي هي تقسيم عشان ديت هي اللي بتفرق الوجهة الجديدة اللي هي 1UI7 من الوجهة القديمة اللي هي 1UI6 أما الميزة اللي معنا بعد كده وهي ميزة النوبار وديت أحب أشكر شركة سامسونج على الميزة ديت لأنها ميزة رهيبة جدا يعني مثلا لو جيت مثلا على وشغلت غنية كده بالشكل دوت وبعد كده جيت على ساعة وشغلت تايمر كده بالشكل دوت بعد كده جيت على المسجل وشغلت كده بالشكل دوت وغرقت كده بالشكل دوت هلاقي انه ظهر لي النوبار هنا كده بالشكل دوت وقدر اني اتنقل ما بينهم هم التلاتة كده بالشكل دوت وديت حاجة ميزة رهيبة جدا في الموبايل طيب لو انا جيت قفلت الشاشة كده بالشكل دوت وفتحتها تاني هلاقيها برضو زرالي هنا اقدر برضو اني اتنقل ما بينهم وادر برضو اني اختار ما بينهم كده كلهم طيب لو انت برضو عاوز تقعرف الميزة ديت موجودة فين هتيجي على الضبط كده بالشكل دوت هتيجي على شارة الكفل والأي او دي هتيجي على النوبار هتلاقي هنا كده بالشكل دوت هتقدر بقى انك تفعل الخيارات دي كلها اللي بتعلي الصوت وبتوطيه بصوه وهي واطية بتبقى غمقه وبردو عندك هما الاربع الخيارات اللي ont ما اللي بتعلم منهم الصوت النظام والاشعارات وبنامه يعني ايجيعم يا جماعة الشكل دوت هتحبه خالص في الواجهة الجديدة من الشكل القديم اللي هو اللي هو الشكل السخيف اللي بتعلمه وبتوطي فالشكل دوت يا جماعة جاي في الواجهة ديت شكله جميل جدا وهيرياحك برضو هتحب انك كل شوية تعليف الصوت وتوطي الصوت برضو اما الميزة اللي معنا بقى بعد كده واللي هي التطبيق الاستوديو كده وانا بقلبه كده هتحس ان الانيميشن برضو تغير وانا بقى في التطبيق انت شايف كده التطبيق هو بيتقفل لسه ان حد بيلمه كده وبيسحبه ويحطه مكانه يعني بص بيتقلب ازاي الانيميشن بتاع التطبيق هو بيتفتح هو بيتقفل حلو جدا يا جماعة اما الحاجة برضو يا جماعة اللي بعد كده اللي سامسونج مرواقع علينا فيها واللي هي برضو لو ضغطت ده امطالة كده برضو بتزهر لك القائمة ديت او برضو ممكن تسحب تسحب امطالة كده وتيجي برضو على التطبيقات المصغرة بقى بص بقى يا سيدي هنا بقى الحاجات اللي سامسونج مكترحها لك بس برضو عندك كل التطبيقات اللي تحت اللي انت عاوز تختار منها الويتجست واللي هيكل مسلا جيت الستوديو جالك حيات جديدة يا جماعة يعني ديت ما كنتش موجودة في الواجهة القديمة ولا ديت كانت جاية بس كان شكلها مربع مش معاوك كده وديات برضو كانت موجودة بس ديت جاية بشكل كبير واللي هيكل مسلا عملنا اضافة هتقدر بقى انك تختار صورة بقى من الستوديو هتعمل تحديد صور واللي هيكل بقى بعد ما اخترت الصورة ده تبص الشكل الروش الجميل ده يا جماعة يعني ممكن انك تحط برضو صورتك فيها بس اي حاجة بقى ولي هيكل بقى زي ما انت عاوز تحط برضو تقدر انك تكبر الصورة وتصغر فيها كده برضو زي ما انت عاوز يعني شكلها روش جدا يا جماعة طيب تعال بقى مع الميزة اللي معايا بعد كده واللي هي ميزة رهيبة جدا برضو لو صحبت كده وجيت بقى على الضبط هتلاقي انك ممكن تقدر انك تتحكم في الحجم التطبيق انك تكبره او تصغره ولي هيكل مسلا انت شايف كده صغير اهو هنخرج كده بالشكل لان حجم التطبيق بقي صغير خالص وبرضو لو سحبنا الشاشة كدة بالشكل دوت مرة ثانية وهنتخل على الضبط وبرضو لو سحبنا الشاشة كده برضو بشركل دوت وجينا على الضبط هكتر برضو اني ارجع الشكل الطبيعي وبرضو ممكن اني اكبرته لو خرقت كده بالشكل دوت هلاقي ان التطبيق لايكونا بتاعته كي بدت اوي زي الايفون بالزبط وبرضو ممكن اني ارجعها الوضع القديم زي ما هو كان في الاول عندنا خاصية تانية بقى جماعة رهيبة جدا ولها برضو ممكن تلغي الخيار داوت هتلاقي ان الاسماء بتاعت التطبيقات كلها West اللي هيا في الشاشة الكافل أصدف الشاشة الرئاسية اللي الاسسية لكن في شاشة التطبيقات هتلاقي الاسماء لسه زي ما هي وهيدون. مبرضو عندك خيار برضو اللي هى تطبيقات المصغرة أنا كده سميتها ممكن آلغي تسميتها اللي هيا ممكن اشيل الخيار داوت هلاقي التسمية بتاع التطبيقات المصغرة اختفي. اما الميزة اللي معنا بعد كده وهي النوتش اللي بقى يظهر اول ما بتحط الموبايل في الشاحن وهي مثلا زي ما احنا شايفين كده كابل الشاحن اول ما بندخله في الشاحن بتشوف النوتش اللي بقى يظهر فوق كده رهيب جدا شبه الايفون برضو بيبقى شريت كده وبعدها بيكبر اول ما بتحط الشاحن وليكن بقى احنا حطينه في شاشة الكفر لو شلنا الشاحن كده وحطناه تاني هتشوف النوتش اللي يظهر دلوقتي بص بقى رهيب جدا يا جماعة يعني الوجهة بقت مختلفة عن كل وجهة قبل كده وبقى رهيب جدا يا جماعة في الاستخدام طيب احب اقولك احب اقولك انت لو وصلت لحد اللحظة ديت فانا سعيد جدا ولو انت عاوز وعرفني انك وصلت لحد هنا انزل اعمل لي لايك وكمينت حلو وقول لي انا وصلت لحد اللحظة ديت دلوقتي بقى جماعة هنبدأ بقى بخصية الزكايا للصناع دلوقتي بقى جماعة هنبدأ بالزكايا للصناعي في الموبايلين يلا بينا نبدأ بواحدة واحدة في الموبايلين واول ميزة وهي في تطبيق الستوديو تطبيق الستوديو طيب لو احنا جينا على الصورة ديت هنا مثلا وجينا على الصورة ديت مثلا عاوز امسح الشخص دوت من هنا وعاوز امسح النضارة من هنا من الصورة ديت اول حاجة هضغط هنا وهضغط هنا وبعد كده يا جماعة عمل ممحات الكائن وهعمل برضو ممحات الكائن هنلاحظ يا جماعة من الـ S56 اسرع بكتير في كل المميزات يعني هنا خلص الاول وهنا لسه بيخلص يعني مثلا بقى ابدأ اختار دورية كده حوالين النضارة وهبدأ برضو اختار دورية هنا حسب الشخص وبعد كده هعمل محو وهعمل محو وبعد كده هعمل حفز وحفز كنسخة وكنسخة تفاص بالدقة الحالية هنلاقي ان الصورة هنا ما عادش فيها نضارة شما ما احنا شايفين كده بالشكل دوت وهنلاقي هنا ان ما عادش فيه شخص جنب الصور طيب الخاصية اللي معنا بعد كده وهي لما باجي ضغط ضغطة متوالة كده على زر الباور بلاقي بيفتح لي مساعد جوجل طيب ازاي نعمل تشغيل الموبايل وهنا برضو كذلك لما هضغط برضو ضغطة متوالة كده على زر الباور هلاقي برضو يفتح لي قائمة جوجل طيب ازاي نعمل تشغيل الموبايل اولا عندنا طريتين وهي اسهل طريقة لما تسحب شريط الاشعارات هتيجي هنا على الزرار دوت كده بالشكل دوت وهنا برضو بالشكل دوت هيجيب لك قائمة تشغيل طيب لو عاوز اعمل بقى ايقاف تشغيل بطريقة تانية اول حاجة هاجي هنا على زر خفض الصوت وزر الباور اضغط معهم كده بالشكل دوت هلاقيه فتح لي قائمة ايقاف تشغيل وبرضه هنا بالشكل دوت لو جيت ضغطت عليها الزرار خفض الصوت وزر الباور هيبدأ انه يزهر لي قائمة ايقاف تشغيل يعني عندك طريقتين شوف الطريقة الاسهل وبدأ اشتغل به وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة بس لو عجبك الفيديو برضه ما تنساش تكتبلي في الكومنتات اذا كان الموبيل دوت يستحق الشراء ولا لا ولا اذا كانت سامسونج بتحب تبيع بالبراند بتاعها وخلاص وبرضه احنا كده انتهينا من الفيديو ما تنساش تعمللي لايك وكومنت بتاعك الحلو واشوفكم في فيديو جديد وسلام